اشتركوا في القناة وفقير لا يبيع آخرته بدنياه أو بدنيا غيره هذه الأعمدة الأربعة لو فقهناها لا استرحنا وأرحنا وأشعرنا أنفسنا أننا مؤمنين بحق هذا العالم الذي أتاه الله العلم يجب أن لا يبخل بعلمي وخضية البخل ليس كتمان العلم فقط لا أن يقول أو يتكلم بالباطل أو أن يخوض في الباطل أو أن يثير الناس بعضهم على بعض أو أن يقلق أمن المجتمع أو أن يصدر فتاوى شاذة ليست على وفق منهج الكتاب والسنة أو أن ينحني أمام عواطف الناس ومقولاتهم وأرائهم لأن الناس في هذا الزمن يريدون توظيف الدين وفق الواقع لا يجب أن يوظف الواقع وفق الدين ليس الدين الذي يوظف للواقع لا الواقع الذي يوظف وفق منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الركيزة الأولى عالم لا يبخل بعلمه يعني يتكلم بالكلام الصادق وبالفتية الصادقة ولا يستحي إن قال قولا مخطئا أو قولا سبحان الله يعني عبر فيه يعني أو قال فيه ما لا يرضى الله عز وجل أو مخالف للنصوص والكتاب والسنة يجب أن لا يعني يتحرز أو أن لا يتحرج أن يعود عن الكلام الذي قال والركيزة الثانية الجاهل الذي لا يستنكف أن يتعلم العلم لأن أغلب الناس يظنون أنه مجرد أن حصلوا على إجازات علمية في تخصصات معينة مثلا في الطب في الهندسة فيه 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 أو يدرس في جامعة أو حصل على إجازات علمية ضخمة يستنكف أن يتعلم مبادئ دينه التي تنجيه يوم القيامة فربما أحدهم يستنكف أن يقول لك التحيات أو التشاهد الذي يقوله في الصلاة وكيف يعني أنا رجل بروفوسير بهذه الحجم تقول لي قل لي ماذا تقول في التحيات أو ماذا تقول في الركون والسجود الإنسان عندما يستنكف أن سبحان الله يعني يتعلم هذه مصيبة ولذلك قال أبو هريرة للرجل الذي قال أخاف أو أخشى أن أتعلم العلم فأضيعه قال أبو هريرة كفاك إضاعة للعلم عدم التعلم أن مجرد أن لا تتعلم فالإنسان يتعلم ومن قال لا أعلم فقد أفتى ومن قال لا أدري فقد أفتى ومن قال الله أعلم فقد أفتى يبقى إذن قضية أنت لست عاربا في كل الأمور أنت تعلم شيئا وتجهد أشياء الأمر أو الركيزة الثالثة الغني الذي يبخل بماله هذا الغني ظالم ولس لماذا لس لأن يسرخ مال للفقير الفقير له حق عنده فالألف فيه خمسة وعشرين إن لم يعطي الفقير العنية هذا الخمسة وعشرين حق الفقير أخي في المجتمع وفي الوطن وفي الوطن الإسلامي كله اللي لم يعطيه الخمسة وعشرين فهو سارق ولس أخذ مال الفقير وجمع إلى ماله المفروض أن يكون حلالا جمع هذا المال الحرام وهو حق الفقير يدخل الحرام على الحلال فيضيع الحلال ويضيع الحرام وتظل تبعة الحرام عليه يوم القيام لو أن كل غني في عالمنا الإسلامي أخرج زكاة ماله ووضعها في يد الفقير المستحف لما وجدنا فقيرا في العالم الإسلامي لكن أن يكون 51% من فقراء العالم هم من المسلمين هذه فضيحة لكل غني ويجب أن يضع كل غني وجهه في الأرض حياء من ربه أن الله آتاه المال ولم يتصدق ولم يخرج زكاة ماله وحق إخوان الفقراء ليس كل الأغنياء هكذا ولكن بعضهم للأسف الشديد يبخلوا بما آتاه الله فسوف تقوى به جبهته وجنبه وظهره يوم القيامة الذي يكنز الذهب والفضة أما الركيزة الرابعة الفقير الذي يعني سبحان الله لا يضيع آخرته بدنيا يذل هنا وينحني هنا وسبحان الله يشعر أن هذا الغني أو هذا الصحب المال أو صحب المسؤولية في يده أن يسعده وأن يشقيه أو أن يرزق أو أن يغنيه أو أن يفكره إنما الغني هو الله هو الذي يغني ويفكره هو الذي يعطي ويمنح وهو الذي يجود ويصفح سبحانه وتعالى أحبتي هؤلاء الأربعة الركائز هذا العالم الذي لا يبخل بعلمه وهذا الجاهل الذي لا يستنكف أن يتعلم وهذا الغني الذي لا يبخل بالمال وهذا الفقير الذي لا يضيع آخرته بدنيا هؤلاء هم عمد المجتمع الأربعة نسأل الله أن يصحح مفاهيمنا وأن يعني يهدينا سواء السبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا